ما هو اللي حصل حصل ما احنا ما نقضيش بقى اللي جاي من عمرنا من الوقت نهدره اللي فاضل لنا ان احنا برضو نفضل زعلانين او في حالة حزن على اللي حصل معنا او اللي كان اول اللي افتقدناه ولا ايه والله انا مع حضرتك في الحكاية دي ان اغلب ودي بتبقى كتير قوي عند الشباب يجي يقول ايه انا لو كنت عملت كان حصل كان حصل اوه وينسى ان هو مفروض يشتغل يعني بدل ما ان انا اضيع وقتي في ان انا اقول لو كنت عملت فانا احاول ان انا ابتدي اعمل وبعدين مفيش حاجة اسمها فات في حاجة اسمها اللي باقي اللي باقي اللي باقي اللي باقي مضيعش اللي فاضل بقى يعني اذا كان الفات دعم مضيعش اللي فاضل بالزبط كده ان انا احاول ان انا اركز على ان انا استثمر الحاجة اللي ربنا مديهاني اللي اسمها الوقت استثمرها بقدر الامكان باقى اعقل ما يمكن لان انا ارجع من منها لنفسي وللمجتمع والاهلي والبيتي والشغلي وبقى أعلى عائد وبقى أعلى استفادة طب إحنا عندنا ندوة بقى عن فن إدارة الوقت سمحنا لنا دكتور حسام إن إحنا نشوفها ونشوفها مع كل حضراتكم إزاي ترى ندير الوقت وفن إدارة الوقت ده حاجة مهمة جدا هنعرفه من خلال ندوة الجاة وهنعرفه نكمل كلامنا مع دكتور حسام ما ترحوهش في أي حد تخضر الوقت كالسيف اللي لم تقطعه قطعه كلنا عارفين الوقت مهمة قد إيه في حياتنا وخصوصا عند الشباب كاميرا تعمل بيوت النهاردة بتحضر ورشة عمل للشباب بعنوان تنمية المهارات وإدارة الوقت إحنا بالنسبة لنا كنادي روتري هليو بلس الجولف إحنا بنفكر دايما إزاي نعمل مشروعات علشان نزود الدخل بتاع النادي اللي نقدر نقدم بيه خدمات وده كل عنديت الروتري بتعمل كده عادة في عندي بتعمل حفلات ودائما يقولوا ليه الروتريانز بيعملوا حفلات على طول وبيصاروا على طول هي أكثر اللي لم تبقاش كده هي بتبقى علشان نمول بيها مشروعات خدمية تخدم المجتمع فإحنا أحد الأفكار اللي إحنا فقرنا فيها إن إحنا نعمل حاجتين في حاجة واحدة إن إحنا نعمل تنمية مهنية لشباب وده مهم جداً وإن إحنا بنقدم لهم سورفز ممكن هما يمكن مش كل الناس بتقدر تحصل عليها لأنه نرتبأ غالية شوية إنهما ياخدوا كورسيز في الجامعة الأمريكية مثلاً فإحنا جبنا دكتور من الجامعة الأمريكية دكتور حسام فرحات وهو أصلاً زميل لنا في النادي وطلبت منه إنه إن إحنا إزاي نستخدم مهنة فإن إحنا نعمل فاند للنادي ففكرنا في إن إحنا نعمل السيشن دي اللي هو أكثر بيديها في الجامعة الأمريكية وبتبقى بفلوسها طبعاً أكتر من كده بكتير قوي وإنه نعملها بمبلغ صغير بحيث كل الناس تقدر تاخدها منها بوكاشنال سيلوستانية مهنية للشباب الحديث الخائل تخرج ومنها كمان تكون فاند للنادي عشان نمو المشروعنا أبو ريش لأنه التكلفته عالية علينا محتاجين لسابورت مش بس من روتيريان ياريت من جهات أخرى تقدر تتبرع معنا في مشروع الانتنسف كير للمستشفى أبو ريش نحن النهاردة ورشة العمال دي عاملينها بنحاول نوعي بيها الناس وبرأخص الشباب طبعاً على مهارات إدارة الوقت ما ينليه اللي هي التايم مانجمنت لأن موضوع التايم مانجمنت بقاله فترة كبيرة قوي نزين بيقولي على الساحة الناس على طول عندها مشاكل ومعندناش وقت ومش قادرين نعمل ومش قادرين ننجز فاحنا لقينا أنها فرصة جيدة جداً نحن نعمل ورشة عمل نعرف بيها الناس والشباب إيه ممكن المبادئ اللي يقدروا يتمتعوا بيها ويستخدموها وإيه الأدوات اللي يقدروا برضو يستخدموها علشان يوصلوا ل maximum usage of time يستخدم وقت وزيه بالضبط أقصى استفادة ممكنة للوقت فهي كانت الفكر أن احنا عاملين حاجة يعني ليها برضو هدف آخر هدف خيري قلنا بجانب الهدف الخيري كمان احنا ممكن نفيد الشباب من خلال احنا نديهم ورشة العمل دي ونديهم معلومات ونفيدهم موسيقى واقصى استفادة ممكنة من الوقت يا دكتور حسام ودينا دول اللي زي ما شوفنا حارتك كنت بتحاضر فيها وبتحاول تعلم الشباب إزاي يستفيدوا من الوقت إزاي نستفيد من الوقت؟ والله يشوف يا حضرتك هو أول حاجة بنحب نقولها للشباب إن الوقت طويل بقدر ما إحنا عايزين نفتغله يعني أنا ربنا مدينا الـ 24 ساعة دول ممكن إن أنا أعمل بيهم من جواهم حاجات أكتر بكتير من الـ 24 ساعة بس بشرط إن أنا أقدر أحدد إيه الحاجات اللي هي لها قيمة في عملها ولها مردود علي كنجاح وإيه الحاجة اللي ملهاش قيمة كبيرة ولكن بتبسطني أنا فلازم دي كمان أركز عليها وأعملها بحيث إن أنا من ناحية بقدر أنجح في عملي وفي ناحية التانية بقدر أراجع لنفسي فإحنا كان ورشة العمل اللي إحنا عملناها كانت معمولة المرة دي بآخر طريقة في التعليم خالص اللي هي بيسموها الـ Interactive Learning اللي هو بنعمل تعليم التفاعلي التعليم التفاعلي أنا متأسف التعليم التفاعلي التعليم التفاعلي إن إحنا نقدر إن إحنا نتكلم مع الناس ونسألهم وهو بنديله التوجيه ونقول له طيب إعمل إنت وريني إيه الحاجات اللي بالنسبة لك مهمة إيه الحاجات اللي أقل أهمية بحيث إنه هو يشوف إن الموضوع ما هواش علم سواريخ ولا حنطلع الفضاء ولا حاجة ده هي عملية بسيطة جدا بنقولها واحد اتنين تلاتة اربعة لو كل إنسان مننا حاول إنه هو ينظم نفسه وهي دي النقطة بقى هو لا يدير الوقت ولكنه يدير نفسه نفسه هو شخصيا آه يعني هو بيدير نفسه هو فبيقدر يعمل الأولويات ترتيب الأولويات يعني زي إخواننا الإبنانية لما بيقولوا يشتغل على حاله يشتغل على حال وعلى نفسه يعني طب نشتغل على حاله إزاي بقى يشتغل على حاله إزاي أول حاجة إنه إحنا في عندنا حاجة ترجمة نانسي قنقر